موسيقى بصبح بالخير كل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الأحد خمسة عشرين التاني لألفين وخمسة عشر دايماً كل يوم بجعب ذكركم ابتدى العد العكسي لنهاية هالسنة المشؤومة سنة لألفين وخمسة عشر وإن شاء الله ما منخلي جرة ما منكسرها وراها إذا رأيت من تحب ابتسم سيشعر بحبك وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بالندم وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم ولك الأجر والثواب إذا شفت من اللي بحبك ابتسم لأنه رح يشعر بحبك إذا شفت عدوك ابتسم له لأنه رح يشعر بقوتك وإذا شفت اللي تركك ابتسم له لأنه رح يشعر بالندم وإذا شفت حدا ما بتعرفه بتسمله لأنه عندك أجر عند ربك حلوة كتير خدوا هايدي اليوم عبرة اليوم ومشوف فيها نحن ويجيكن اليوم لغاية الساعة واحدة بتوقيت بيروت الأحد مختلف بيكون عادة مثل ما بتعرفه عن بقية الأسبوع اليوم نحن الأحد 15-2025 يعني ما بقى فينا إلا ما نرسم الإبتسامة على وجهنا لنشعر شوي هيك بالأمل يعني ما في حياة إذا ما كان في أمل كمان أنا بدوري بعزي كل أهل شهداء مجزل برج البراجني هذا التفجير الفظيع يلي صار وكمان بشد إيد عائد كل الأهل وكل سكان هالمنطقة وكل اللبنانيين يلي كان الحزن والجرح واحد وطبعا كمان نتوجه بفرنسا البلد الشقيق والبلد الصديق بتعايزي لكل أهل الشهداء وإن شاء الله تنذكر وما بتتكرر وما بتنعاد خلصنا بقى تفجيرات وخلصنا بقى مائسة نحن وياكم لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيروت تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك عبر تويتر عبر الإيميل وعبر رقم الواتساب فيكن تبعتوا أي سؤال وأي اقتراح لكل أخصائيين نحن رح نعرضوا عليهم 03-010-533 وأنا سألتكم سؤال عبر صفحة الفيسبوك فيكن تفوتوا وتتواصلوا معي طبعا كلمة حلوة منكن من القلب لأهالي شهداء برج البراجني ولأهالي شهداء فرنسا صباح الخير شاف عبد الله صباح الخير إليك جوزيف وصباح الإبتسامة وهالمقدمة الكتير حلوة بتعطي تفاقل وبتخلي الواحد ما يتشقم شو عم سير معنا؟ معك حق السنة كتير كانت سئلة ولازم نكسر مش جرار يمكن بواخر جرار وراها بس دايما في عنا الإبتسامة ودايما عنا متل ما بنقول الإبتسامة بوج خيك صدقة يعني لك لوين قدي قدي الإبتسامة فعالة وإذا كلنا بنرجع بنبتسم هيك يمكن إن شاء الله يمكن ربنا بيطلع فينا شوي وبيقول هالشعب بيحب يعيش هالشعب خرج ويعيش كافة بقى مباركة السنة 2016 بتكون منيحة على الكل وما منعود مشوف كل هالخبريات ولا تعرف شغل اللبناني صار معروف إنه هايك خشب ويعني صار بوجه المقاسة صار معود ولكن اللبناني عطول مبتسم وعطول عايش بوحدة وطنية حلوة ما حدا عم يفرق بين دين ودين كلنا عايشين عايش مشترك متل ما لازم عايشوا مية بالمية ولكن ما عم بيخلونا نعيش ما هيدا هو نحنا عم نحكي كلبناني كطبقة نحنا الشعب اللبناني نحنا هيك بدنا بس بدنا الطبقة اللي أعلى كمان هيك تصير عندهم شاف منشوفك خلال هار عدة مرات لكل المشاهدين نحن وياكن مكملين عالم الصباح للوحدة بتوقيت بيروت شوفي عنا ضيوف وفقرات خلينا نشوف هيدا الفيديو في حالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن ضيفتنا بتعرفنا على أجدد تصاميم لش زادين من سيروكس نتعرف على أغاني جديدة وكتيرة مع جان بيع غير موجة تور جمالية مع جان نصار وبخصوص الجمال رياضة الكاراتي مع هبة بواحد اثنين ثلاثة ضيوفنا بيعرفونا على أجدد مشاريع بلاس برابرتيز ورشة ملح مع الشيف عبدالله على حلويات عربية والدليل إنه دايماً منتمسك بالأمل يعني دايماً مننطر الأبراج مع كارمن لنشوف شو محضرنا اليوم وشو محضرتنا تحركات الكواكب وعلم الفلك رح روح نحن وياكم عند كارمن والأبراج صباحكم بالخير اليوم الأحد 15 تشرين التاني نوفمبر اليوم الأمر مرفعنا من برش ترابي برش الجدي والأجواء صارت أفضل للأبراج ترابي عم نحكي عن موالي برش الثور الجدي وكذلك موالي برش العذراء نجي بس اليوم بكرة أيضاً كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل الأجواء بتحمل نوع أو تحمل طابع نوعاً ما تقيل المسؤوليات التقيلة خاصة المسؤوليات القانونية والإدارية لسبب أو لآخر اليوم مولود برش الحمل بيلوا بهالأمور وحابب إنه لو في شخص بيقدر يستشيروا 27-28 أذار مارس بيضلوا الأوفار حظاً ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور هيدا نهار بيحمل لك صلحة مصالحة هيدا هو أول نهار بتحس حالك مرتاح فيه من تقريباً حوالي العشرتين اليوم وبكرة بيحملوا لمولود برش الثور نوع من تواصل إيجابي في مجالة الواحد ياخده يعطي بتحس إنه فيه انفراج فيه إمكانية للانفراج والوصول إلى جواب نهائي تقريباً بيرضيك بتبقى الموليد الأوفار حظاً 10-11 أيار مايو ننتقل لبرش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء الأجواء اليوم بتطلب منك إنك تكون عملي تكون شوي براتيك بدك تركز نتي على شغلك لحتى يمشي الحال من بعد ما صار فيه شوية توترات أو نوع من كلام يمكن ما كان لازم ينقال ويصير باليومين السابقين اليوم النهار جيد بيساعدك لحتى توصل تقريباً لهدفك حاول تصحح الأمور وبيبقى المولود الأوفار حظاً 1-2 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان يمكن اليوم يحتد خلاف نقاش أو مواجهة فحاول إنه ما تعمل من الحبة إبي ما بتحريس تنزع كل الحظوظ فقط لأنه حداً زعجك أو حداً رأيه مش من رأيك طول بيلك خد نفس عميق حاول تسمع وجهة النظر المختلفة لأنه يمكن يكون معه نحق بيبقى المولود الأكثر توتر عن مولود شهر حزيران يونيو بيكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد يمكن تحس حالك اليوم تعبين ما طالع بيلك تروح مطرح بتقفز صف على الجيم يمكن ما تروح على المدرسة أو على الجامعة بجميع الأحوال حتى لو قد بالبيت تحس حالك أنه عم تشتغل كتير فيه شوي التعب جسدي أو فكري حاول إنه تهتم بحالك تدلل حالك نتفيه وما تزيده بيبقى المولود الأوفر حظاً نسبياً هو مولود 29-30 تموز يولو بيكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بيعتبر هيدا نهار كتير حلو بتوصل فيه بتاخد فيه حقك إذا أنت راضي الجو اليوم كتير مناسب لأي تحركات اجتماعية أو حتى مهنية فكرر المحاولات ما تقعد عائل ونكتف إيديك وأكيد ما تستحي اليوم إذا حاسز إنه حقك مغبون أنت مغبون حاول إنك اليوم تدافع عن حقك ما تستحي حكي وسمع رأيك بتبقى المولود الأوفر حظاً 12-13 أيلول سبتمبر بننتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان الجو اليوم بيحمل مسؤوليات مسؤوليات فيها تكون شخصية عائلية منزلية فيه تصليحات فيه ديون فيه مساعدات فيه خدمة بدك تردها هالأمور كلها تتعلق بدائرة صغيرة أو موجودة بدائرة صغيرة يلي أنت بتتحرك فيها يلي هي الأقرب والأعز لقلبك فيها تكون مع الإخوة فيها تكون مع زملائك فيها تكون مع زيتك لذلك انتبه اليوم حاول أنك تنتبه لهالتفاصيل الصغيرة لما تطلع مؤثر أو مهمل أما يلي لازم ينتبه من السرعة والمشاكل والمجازفات كلياً 22-27 أيلول سبتمبر ننتقل لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب هيدا نهار بيساعدك لحتى تتقدم خطوطين ثلاثة وأربعة اليوم مولو برش العقرب أنت شخص تبهر الآخرين بقوة أفكارك بنبيهتك بزكيك بسرعة خاطرك اليوم أنت شخص متميز عن الآخرين بامتحاناتك باجتماعاتك بكتاباتك بكل شي هيدا نهار لا يفوت تبقى الموليد الأنشط موليد أكتوبر ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس هيدا نهار بدك تعمل حساباتك فيهم كل هالفترة يعني بس مبارح أو لمبارح عطيوك ضوء أخضر اليوم ورايح تقريباً شي جمعة تقريباً أو عشر تييام بدك تعمل حساباتك مش كل شي يلا ماشي الحال ما في شي ماشي الحال هالفترة بدنا نطول بالنا خاصة لما شخص بيطلب منه عجل وعجل وعجل ومضو عطوني ورقة عطوني تنازل عطوني مدرشو بدون خدمة بدون مساعدة دينوني عطوني كل هالأمور بدك تفتح عينيك ودينيك انتبه للمصاريف انتبه أيضاً على معنوياتك الأقل حفظنا 28-29-20-20-2 نوفمبر نتقل لا برش الشدي باعتبرك اليوم مولود برش الشدي من الأبراج الأوية شخصية أوية لامعة تفرض حضورها منها لحالة بكل سهولة من دون ما تعجل وتعمل حالك بطل وتعرض عضلتك اليوم نهار كتير حلو لمولود برش الشدي الطاقة اللي عندك هاليوم كتير إيجابية منها لحالة تعمل بطريقة كتير بالناء أو إفشنت لحتى تجذب إليك الحظوظ والنجاحات صفحة جديدة نطرتك فاشوف شو بدك تعمل بتبقى الموليد الأنشط هي موليد كينون الأول ديسمبر أيضاً 19 كينون الثاني يناير ننتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو بعتبر هيدا نهار حذر هيدا نهار حذر لأنه مش بس اليوم بكرة أيضاً كل شي مخبة معقولة اليوم يفيش أك يفيش أك بطريقة نوعاً ما سلبية يمكن في شي ما كنت دارسو مثلاً من شي شهر فجأة اليوم بيجي بالامتحان يمكن في عمل بشغلك وظيفة مهمة منك عملها أو عملها غلط يمكن اليوم يطلعو لك إيها ويفيجقوك فيها في احتمال في تأخير خيبة أمل احتمال أنك تكون زعلين شوي منك على طبيعتك بعد عن المشاكل اليوم نهار حذر جداً اليوم وبكرة بشكل خاص إذا كنت من مواليد كنون التاني يناير ننتقل لأبرشو الحوت بالنسبة لأبرشو الحوت هيدا نهار بعتبره كتير حلو بعتبره من الأيام الأوية بعتبره من الأيام يلي فعلاً أنه بتتميز فيه عن الآخرين بلطفك بحضورك بإذرتك على التفاعل الإيجابي البناء مع الآخرين فيه شعبية كتير كبيرة الكاريس ما اللي عندكي هاليوم جذبة جداً بيبقى المولود الأوفر حظاً 11 ل 17 أدار مارس بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة بعتبره نشيطة جداً بتغير فيه الأمور الدراسية المهنية مكان مقر دراسي أو شغل نوفمبر أدار مارس جولاي تموز هنه أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي تانكيو لألك كارمن بريك أصير وبعدها منعود نحن ويكون للمتابعة مع كارين سلامي وسيروكس ترجمة نانسي قنقر